إجراءات البنك المركزي دكتور عبد الرحمن خلال الفترة الماضية هل وجدتها أو يعني كيف تقيمها هل ارتقت لحجم الأزمة وماذا أيضا عن الإجراءات الحكومية بهذا الصدد من توسيع سلة الغذائية لتوفير البيض وما إلى ذلك شكرا جزيلا سيدة العزيزة الحقيقة إجراءات البنك المركزي في الإدارة السابقة في ظل الإدارة السابقة لأن الإدارة الحالية لم يمضي على تسنمها سوى يومين على ما أعتقد فبالتالي لم تتضح معالم هذه الإدارة الجديدة ولم يصدر عنها شيء كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لا تنسجم مع حجم الأزمة حتى في بداياتها والدليل على ذلك أن هذا الإخفار في معالجة الأزمة هو من أوصل هذه الارتفاعات الكبيرة في سعر الصرف وكانت الإجراءات الحقيقة لا تنسجم مع حجم الأزمة كانت تصريحات وكانت إجراءات بطيئة في التعامل مع هذا الملف لأن السبب الأساسي في تعميق هذه الأزمة أن البنك الاحتياط الفدرالي أبلغ البنك المركزي منذ أكثر من سنتين أن الإجراءات الجديدة للتحويل سيتم تطبيقها بالمنصة الإلكترونية سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 2021-2023 بالتالي خلال السنتين اللي مضت كان المفروض البنك المركزي تكون عنده إجراءات غير التدريب والتأهيل مثلا جزء من عمل النافذة يتم عن طريق المنصة الإلكترونية حتى تتهيئ المصارف للعمل ولا تقع بالأخطاء اللي الآن نبرر أن نقسم من الحوالات يتم إعادتها من البنك الاحتياطي لأنه معلومات غير كاملة لأنه البيانات اللي موجودة مشتبه بيها لأنه هناك تضخيم بالتكاليف فهذه كانت كلها تمر من أنظار البنك المركزي وتذهب إلى الاسويفت وبالتالي البنك الاحتياطي رجحها فأنا أعتقد أن هذا أوجه القصور التي وقعت فيها الإدارة السابقة اللي وصلتنا إلى ما نحن إليه الآن أما بالنسبة إلى إجراءات الحكومة مطلوب من الحكومة أن تتدخل من أجل الحد من تأثير ارتفاع سعر الصرف على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية لتمس الشريحة الأوسع من المواطنين لأنه إحنا شعب نستورد 90% من احتياجاتنا كل شيء نستورد وبالتالي هذا الاستيراد يتأثر صعودا ونزولا بأسعار صرف الدينار الآن الإجراءات الحكومية بدأت بتوزيع سلة إضافية لأصحاب الدخول المحدودة ومن هم مشمولين بالرعاية الاجتماعية واليوم الرقم سبعة ملايين شخص ممكن أن يستفاد من هذه السلة الغذائية معناته أن هؤلاء هم تحت الخط الفقر والتوزيع عبر منافذ وزارة التجارة والحقيقة أنا لديه يتحفظ على هذه النقطة منافذ وزارة التجارة غير منتشرة في كل المناطق يعني كان يفترض أن يتم توزيع البيض الطحين المنتجات الجديدة الدجاج السلع التي يمكن أن تضاف عن طريق وكلاء الفصة التموينية التي هم منتشرين في كل المناطق فيكون الوصول لها سهل اشتركوا في القناة